موسيقى الأمم المتحدة القضى في لبنان كانوا يعلمون بالكارثة موسيقى الجامعة اللبنانية على طاولة المحصصة بساط فرنسية إلى لبنان شيرين أبو عقل تجمع العرب بدمها موسيقى مساء الخير إن كنت لا تعلم فتلقى مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر المسؤولون السياسيون والماليون في لبنان كانوا يعلمون بالكارثة المقبلة على لبنان ولم يفعلوا سوى إخراج أموالهم من البلاد التي هي على شفير الانهيار وخسارة تأجيل كامل من الأطفال المهددين بتعليمهم وصحتهم هذا كلام يقول معظم اللبنانيين لكنه اليوم جاء في تقرير للأمم المتحدة فقد أسهب تقرير للأمم المتحدة في وصف فساد الطبقة السياسية التي كانت تعرف مسبقا بالكارثة المقبلة رأى المكرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالفقر المتقع وحقوق الإنسان أوليفيا دي شوتر أن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقال دي شوتر لقد تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع وأشار إلى أن المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية التي من صنع الإنسان في لبنان بدأت في عام 2019 واليوم يقف البلد على شفير الانهيار واستشهد بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر وقال القيادة السياسية بعيدة تماما عن الواقع بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خلال تدمير حياة الناس لبنان هو أيضا أحد أكثر البلدان تفاوتا في العالم لكن القيادة تبدو غير مدركة لهذا في أحسن الأحوال ومرتاح له في أسوأ الأحوال وقال في الوضع الحالي أنه نظام يحمي الأغنياء بينما يترك الأسر الفقيرة تعول نفسها بنفسها لقد تم تدمير الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية ويذهب أكثر من ربع نفاقات التعليم العام إلى القطاع الخاص مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ولا يؤدي إلى تعليم أفضل وختم إذ لم يتحسن الوضع على الفور فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال جلسة الحكومة في قصر بعبد غدا جدول أعمالها يحمل بنودا عادية إلى إذا طرحت بنود من خارج الجدول كما هي العادة إثر اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الجلسة خصوصا أن تعين العماداء يدخل في المحاصصة السياسية وطائفية زميلتنا مجدون عيد تطرقت إلى موضوع أساتذات الجامعة اللبنانية الذين يتطلعون إلى تنفيذ ما وعدوا به تأثر المحاصصة الطائفية السياسية ملف تعين عماداء الجامعة اللبنانية وحجز ملفاتها في مجلس الوزراء بعد ربطها في سلة واحدة وعيون الأساتذة والطلاب شاخصة إلى الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء لتنفيذ الوعود وعودت كل منهم إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة رئيس رابطات الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني اعتبر عبر صوت لبنان أن الإهمال في الجامعة غير مقبول نحن نتمنى على مجلس الوزراء يهتم اهتمام جدي بالجامعة اللبنانية لأنه لحديث هلأ الوقت اللي عم يعطيه للجامعة كثير ضئيل ومشكلة الجامعة كثير عويصة عسيزة الجامعة خاصة عن جيل الشاب منهم عم يترك الجامعة ويهجرها مجلس الوزراء غايب عن الوعي في وعد هلأ من رئيس الجمهورية إلى وزير التربية أنه يمشي ملفات الجامعة بجلسة الجاية إذا ما كان بكرة بالجلسة اللي بعدها اللي هي حكون الجلسة الأخيرة أربعة مراسيم تنتظر التوقيع بالإضافة إلى مرسوم تعيين عمداء الكليات مرسوم إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك تثبيت المدربين إدخال ما يقارب الألف وخمسمائة أستاذ في التفرغ أتمنى عليهم أن يهتموا اهتمام جدي لأنه لحديث هلأ من بيّن أنه مجلس الوزراء عاطي الأهمية الكيفية لهذه المؤسسة الوطنية الكبيرة اللي عم تنهار قدامنا كل يوم بعد يوم وما في حدا سألين عن هذا الموضوع نتمنى من فخامة الرئيس أنه يهتم بموضوع الجامعة مش وقت هلأ الثاني حتى يصير فيه تحاصص سياسي حزبي بموضوع العمدة هذا الموضوع فيكم تحطوه على جنب لهذا الوقت لحتى تنظروا على هذه الملاكات الثانية الحيوية لحتى تقدر الجامعة تألع مطالبة بتصحيح الخطأ المرتقب بحق الجامعة الوطنية وعدم الإمعان في ضربها مجدولين عيد صوت لبنان وسط الضغوط السياسية والاجتماعية لفت رئيس تجمع مزارع البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث إلى صوت لبنان إلى تراجعا في أسعار الخضار والفاكهة البندورة مشكلة بكل البلدان مش بس في لبنان إنه هاي دي النبطي إجيها الساعة الساعة زراعة المزارع أول مرة ثاني مرة وساعة رجع زراعة مرة تالتي شوفي الخسارة اللي تكن بدأ المزارع بده ما يكون عنده إنتاج وعم بيبيع هلأ بتلاقي إنه الأسعار غاري نار نار وما في كميات حتى تم بيع يعني كنا نحكي بالأول لبنان بده مية تون بندورة باليوم عادي تعملون عشر خمس عشر تون هذا ما فيه خمسة تون جمعية مستوردي السيارات المستعملة نفذت اعتصاما أمام النافعة في الدكويني احتجاجا على استمرار الإقفال النقيب لقزي عبر عن معاناة القطاع منذ سنة بسبب إقفال مصلحة تسجيل السيارات المتكرر والمماطلة وتقاذف المسئولية من الإدارة إلى وزارة المالية إلى مجلس الوزراء وقال لصوت لبنان أنشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل انتخابات موظف الإدارة العامة غدا اهلا بكم من جديد مواقف رسمية تؤكد استعداد السلطات المعنية لإجراء الانتخابات وتأكد دولي على الاستعداد لمراقبتها كل تفاصيل في هذا التقرير دعا رئيس مجلس الوزراء نجب ميقاتي اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية مضيفاً أن الحكومة عبر وزارة الداخلية تخذت في لبنان كما في الانتشار كل الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب لكن يبقى الدور الأساسي مناطاً بالمواطنين عبر الإقبال على الصناديق والإدلاء بأصواتهم لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لأرائهم وتطلعاتهم وأكد أن الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه ومسؤولية المواطنين في الدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحملوا تطلعاتهم وزير الداخلية بسام مولوي أكد أن التصويت في الانتخابات النيابية حق وواجب من أجل أن يرسم اللبنانيون غداً معافة يخرج البلاد من أزماتها بفعل مشاركة أبنائها جميعاً خصوصاً طائفة سونية التي تعتبر مشاركتها في الانتخابات النيابية بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة وقال مولوي للبلاد إن الاستنكاف والتأخر عن ممارسة حق التصويت والانتخاب يمعن في إغراق البلاد بالأزمات ويشكل مكافأة مقصودة للنهج الذي أفسد البلاد والعباد وأصدر مولوي تعميماً يمنع فيه استخدام الهاتف داخل قلم الاقتراع تحت طائلة منع الناخب من الإدلاء بصوته أما الكلام الانتخابي فهو غير مباح حتى مساء الغد على أن يشهد غداً عملية اقتراع الموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتب في الانتخابات المقررة الأحد المقبل وقد بلغ عدد هؤلاء 14,950 موظفاً يقترعون في مراكز السرايا الحكومية في جميع الأقضية اللبنانية تبعاً لمكان قيدهم وليس لمكان وظيفتهم العدد الأكبر من هؤلاء هو في قضاء عكار ويبلغ 1882 موظفاً ثم في بعلبك 1722 موظفاً وفي المرتبة الثالثة قضاء الشوف فيبلغ العدد 1207 موظفين واستكمالاً للتحضيرات للأحد الانتخابي ترأس وزير العدل هاري خوري اجتماعاً لرؤساء نيابات العامة في لبنان الذين سيكونون متواجدين طوال النهار الانتخابي في مراكز عملهم لطلق الشكاوى والمخالفات والتصرف على أساسها منعاً لحصول أي تجاوزات أو ارتكابات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس أكد أن واشنطن تريد أن ترى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في لبنان وأعرب عن أماله في تشكيل حكومة تمثل الشعب بعد الانتخابات بوقت قصير مشيراً إلى أن عدم الاستقرار الحكومي كان دافعاً رئيسياً لكثير من المحن التي عانى منها الشعب اللبناني وقال سنفعل ما في وسعنا لتقليل بعض العبء الإنساني الذي ألقته سنوات من عدم الاستقرار والفساد على الشعب اللبناني وبالتوازي مع حضور وفد أوروبي للمراقبة تفيد جامعة دول العربية بعثة إلى بيروت برئاسة الأمين العام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي لمراقبتها ورفع تقرير للأمين العام البساطة الفرنسية المقدمة هبا إلى الدولة اللبنانية تستعد للانتلاق الحكومة الميقاطية وقبل أيام على انتهاء مهامها وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال أعلنت عن موعد انتلاق الدفعة الأولى من البساطة الفرنسية من مرسيليا وتصل إلى مرفأ بيروت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وزير الأشغال علي حمية تحدث عن البساطة التي تم تشغيلها وصيانتها وعن بساطة فرنسا المنتظرة كان السعي الفوري لإعادة الحافلات الخمسة وأربعين الموجودين ورانا الذين تمتلكهم الدولة إلى العمل الفعلي هي الخطوة الأولى في هذا المساف والتي سعينا لإصلاحها دون أن تتكلف الخزينة العامة قرشا واحد وذلك بهبة عينية أقرت من مجلس إدارة مصلح سكك الحديد والنقل المشترك وطمت المصدق من قبل الوزير من شركة سيماسي إجئان حمية اعتبر أن قطاع النقل سينهض من جديد وباب التعاون مع الداخل والخارج مفتوح للجميع كل الدول مرحب بها للاستثمار في إعادة تأهيل شبكة سكك الحديد في لبنان ومن الآن إلى أربع شهور حنشوف أمور جديدة بنصحهم يستثمر في سكة الحديد في لبنان لأنه الذي يقرأ ماذا يحصل في جيوسياسي بالمنطقة الشر الأوسط يدرك تماما الموقع الجيغرافي للبنان وشو حتكون تكلفة النقل الباهظة وموقع لبنان شو بينقص من تكلفة النقل على مستوى المنطقة اللي هي بين غرب آسيا والبحر الأبض المتوسط وأوروبا وأمريكا أيها اللبنانيون أردد اليوم على أسماعكم جميعا وانطلاقا من قاعدة لا بيع لأصول الدولة نحن بالوزارة مستعدين للتعاون في الاستثمار الأمثل في المرافق اللبنانية وأولها في مرفق بيرون في سكة الحديد في أي أمر أو مرفق عام تابع لوزارة الأشغال العام والنقل نحن مستعدين للتعاون مع أي بلد في العالم باستثناء العدو الإسرائيلي فلعل وصول هذه الباصات يكون فألة تغيير ينقل لبنان من حال إلى حال رانيا عبيد صوت لبنان النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل الحرب في أوكرانيا طويلة دماء الأعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلي وحدت الدول العربية في إيدانة قتلها جامعة الدول العربية حملت حكومة إسرائيل مسؤولية الجريمة التي وقعت قرب جنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن قتل الصحافية أما رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت فقال أنه من المحتمل أن يكون مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار عشوائيا وتسببوا في مصرع الصحفية السفارة الأمريكية في القدس دعت إلى إجراء تحقيق في الحدث لافراف حربنا ستوقف الدفع نحو عالم أحادي القطب وخيرسون تسعى للانضمام إلى روسيا أكد وزير الخارجي الروسي سورجي لافراف أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ستجبر الغرب على وقف الدفاع باتجاه عالم أحادي القطب وأضاف لا نريد الحرب في أوروبا لكن الغرب يقول دوما أن روسيا يجب أن تهزم في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من صد 12 هجوما من الجيش الروسي في إقليمي دونتاسك ولوغانسك وأكد بيان الوزارة أن القوات دمرت 12 دبابة وأربعة أنظمة مدافع وتسع عشرة مركبة قطالية كما أن وحدات الدفاع الجوي أصابت أربع طائرات بدون طيار وأسقطت مروحية روسية إلى ذلك نشد نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المدينة إلى روسيا مؤكدا أن السلطات في منطقة خيرسون تخطط للانضمام بشكل كامل في إطار التشريعات والقوانين الروسية بحلول نهاية العام اقتصاديا أعلنت وزيرة الفيزان الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بسماح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنب تاليا حالة التخلف عن السداد وقالت إنه أمر ندرسه في الوقت الحالي نريد أن نكون متأكدين من أننا نفهم النتائج وتدعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص وفي وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا لن تدوم إلى الأبد ولكنها لن تنتهي في القريب العاجل قدرت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 5.6 ملايين أوكراني إلى خارج البلاد منذ اندلاع العمليات العسكرية بين موسكو وكياذ وأشارت إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا نفسها بعد أكثر من شهرين من بداية الاجتياح الروسي ماذا الآن في تقرير الرياضة مع رومانتا النوس؟ منبدأ أكبارنا الرياضية ضمن الجولة 33 من الدورة الإنجليز الممتاز لبرومير ليك فيز نادل ليفر بول على أسطن فيلا بنتيجة 2-1 أما ببطولة روما للتنس فيز الكندي فليكس أو جي على الإسباني أليخاندرو دافيدوبيتش بنتيجة 4-6-7-6-6-2 وبالتنس أيضا تأهلت أنس جيبر إلى الدور الثاني بعد فوز على الروماني سورانا كريستيا المصنف 26 عالميا بمجموعتين 6-0-7-6 خلال ساعة و15 ديئة وضمن الجولة 36 من منافسات الدورة الإسباني الليجة فيز نادل جرانادا على أتلاتيك بلباو بنتيجة 1-0 كما حق فريق ريال باتي سلفوز بنتيجة 3-0 أمن فريق فالانسيا وضمن فعلية تصفيت كأس آسيا لكرة السلة لتحت 16 سنة خطى المنتخب اللبناني نظيرو الأردني بنتيجة 79-56 إلى نشرة الأحوال الجوية الجو اليوم صافي بأغلب الأحيان درجة الحرارة أقصها 23 درجة والرياح غربية شمالية بسرعة بتتراوح من 5 إلى 10 كم بالساعة ونسبة رطوب 58% الجو بكرة صافي ودرجات الحرارة مستقرة على 22 أقصها و18 أدنيها الجمعة التأس رح يكون مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة للـ 24 أقصها و22 أدنيها نوصل للسبت بيرجع الجو غائم ولكن مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة للـ 27 أقصها و23 أدنيها والأحد بيستمر على هذا النحو والحرارة بين 18 و 26 درجة النشر انتهى تابعونا عبر موقعنا في ديل دوت أمي ومواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الأبليكيشن شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء